ترجمة نانسي قنقر الاثين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطر أولين كلا الآسان شو عملت معهم بل ران على قلوبهم عملت على قلوبهم الران الران الحجاب حجاب على القلب مثل كأس الماء حطينا على وشها كيس نايلون وحطيناها تحت حنفية أديب دلت تعبى صار في هجاب والقلب إذا صار في هجاب ما عدي تقبل شيء من أنوار الله لو هبطت أنوار الله هذا القلب لا يدخل إليه شيء أنو مهجوب سبب الآثام كذب طعن بهتان قذف عجب شوفت حال هاي كل من الآثام فهي بارتكب الآثام بسي على قلبه حجاب النبي وصف لوصف الله لا لما الإنسان بيعمل الزمد قلبه مثل الصحيفة البيضة صحيفة بجضاء عملت زمد إجيت نقطة سودة زمد تاني نقطة سودة زمد تالت نقطة سودة نقطة قدامنا طبعا نجيب تصيد صحيفة كلها صارت صحيفة سوداء بينكتب فيها شي هكذا القلب لما بيعمل الزنوب الزنوب لا تخفكره أنه أنت عملت زمك كذبت ومش حالة هاي الكذبة هي لوتت الروح فتلويت الروح النورانية بظلمة من الظلمات من ظلمات الزنوب والمعاصي مع المدة بتعمل حجاب على القلب وأعظم عذاب يوم القيامة هو عذاب الحجاب أعظم من عذاب النار جاي المعنى هلا قال كلا بل رانا عرفنا شران شران حجاب حجاب لجبكم مثال انت جوان وبجيبنا لك فروج محطوط بكيس نايله ومغط عما تحاول تشئ الكيس مع ميشا تشبع مهما حاولت تشبع موجود ولا مو موجود لكن في حجاب فالقلب هكذا إذا صبل حجاب الزنوب والخطايا هجب عن أنوار الله ثم بعد ذلك هجب عن الله أولا يحجب عن الأنوار ثم يحجب عن الله فما عدي تذكر الله ما عدي يجي الله لباله صار هم الدنيا هم المال هم جمع المال هم النساء هم هم غم كرب عم بيركد ورها الدنيا عم بيلهت له حجب عن الله والمحجوب عن الله في الدنيا هو مطرود من حضرة الله في الآخرة أنه لا يمكن أن يتقرر إلى الله وهو محجوب فهالزنوب هذا هالزنوب شو عمله هالحجاب شو كانت نتيجة الحجاب كلا أعقوا تكونوا من أهل أسام ردعوا زجر إنهم عن ربهم يومئذين لمحجوب صريح القرآن إذن الآسام عملت على القلب حجاب والحجاب حجبك عن الله في الدنيا وأنت في الدار الآخرة مبعد ومطرود عن حضرة الله عن ربهم يومئذ لمحجوبون لو ألقي في النار ومعهم حبيبه انقلبت النار إلى جنة ولو دخل الجنة وحجب عنه حبيبه فالجنة نار قدرت لو أن ملك من الملوك دعاك إليه ولما دخلت على القصر دخلوك على غرفة الاستقبال كنبايات من حرير أشكال شي جميل ولكن ما قابلك حجب عنك فأعدتك بهالصالة شو بتكون عذاب ولو كان بالسجن وأجهل عندهم منك وقف معه السجن شو بيصير جنة نتيجة الزنوب إذن يا إخواني فكروا الله عم ينبهنا نتيجة الزنوب حجاب على القلب القلب شو هذا القلب هالروح يلي الله عطاك إياها ما هالقلب الصنوبري هذا القلب الصنوبري بالكلاب فيه مثله بالغنى فيه مثله بالبقر فيه مثله قلب البقر هالأد قلب الجمل هالأد ما هذا العلم الروح يبسكنت في هذا القلب هذه الروح الله عز وجل أنزلها إليك طاهرة نقية بيضاء صافية والنبي قال كل مولود يودد على الفطرة هالروح الطاهرة النقية فأبواه يهودانه أو ينصداني أو يمجساني فهالذنوب إذن عما تلوتها الروح أول لما بيعملوا الإنسان أول خطيئة بيخفؤ القلب بيحمر الوش تحمر الأدان تحمل شو هالخفقان الروح ما تنبه أوعى هاي خطيئة هالخطيئة بدأت تحشبك عن الله أوعى بالمئة سبعة تسعين باقي ثلاثة هز ثاني وحدة من مئة خمسة وتسعين خمسة راح منه كل زند لعن يروح منك تنين وتلاتة وخمسة وعشرة بيصفى يومي أيام هو خمسة من مئة أمن خطيئة كبيرة راح من خمسة أصبح القلب محجوبا عن الله ونروح صارت مظلمة ونروح المظلمة لا ترى لو حطيناك بقوضة كلية تحذنة تشوف تشوف فيها ملاحة تشوف وكذلك الروح إذا أظلمت بظلمة المعاصي لا ترى من نور الله شيء لذلك لو سمعت القرآن ما بتنتفع لو كشفناها للبرداء وبرجنا ما بتشوف لأنه عمياء فالله قال يعمهون يعني تعمى بصائرهم ما في عم العين في عمه عمه بالألف المقصودة أما عمه بالهاء عمه بالهاء هو انطماص البصيرة أما العمى انطماص البصر فكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يقسبون منكسبه وجده شو كانت النتيجة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجبوا في الدنيا عن لا إله إلا الله فهجبوا في الآخرة عن قربهم إلى الله طردوا من أنسهم بالله جل وعلا أزل الحجاب فيما بينه وبينهم نسأل الله سلام فهم في شقاء في شقاء حجابهم اللهم إننا نعوذ بك من ذلك والحجاب أشد العذاب لو وضع كان بعض أهل الله رضي الله عنه قل اللهم إن شئت أن تعذبني فاجعلني في أي واد في جهنم شيء ولا تحتجب عنه بس خليك معي فإذا بجهنم والله معه هذا في جنة فلا تظن يا أبني إن الجنة بس الخضرة والنعيم لذت الجنة النظر إلى وجه الله ديوم من درسكن يمكن يطول شوي بس انتبهوا ما أحلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام اشتركوا في القناة